وين يا اخوان حدا اخوان يبعت الكابتن عاصم قلمنا يصدب يشوف اللايف بس ما بشوفوه والله اخوان اجداخلين بس نجرب كنا اللايف ماشاء الله في اسئلة وتفاعل اذا انا حابل العب بطولات وطور اخدر امشي بعد ما اخلص السايكل او البطولة وكل سنة مثلا اسوه بي سي تي ايه عاصم حبيبي وين كان حط القياميرا عوجهك ايوه ميش الحال حبيبي ميش الحال ما شغلت الارجيل اسا لا لا عبا ارجل مسلسة ماش نغلت عليك هلا احط الفحمات حبيبي يا كابتن كله ده برواء نحكي بموضوع المدربين اللي يفشلوا مع اللاعبين شو السبب؟ شو السبب المدرب يفشل مع اللاعب؟ او اللاعب؟ في عدة لاعبة بطل في عدة اسباب ممكن يكون في الحاق المدرب ممكن يكون الحاق على اللاعب طيب بالنسبة لك مسلا اللاعب وقت اللي بده يتركك انت شو بتكون اسبابه؟ هلا هذا اسباب هلا ممكن مدرب ممكن يكون تقصير مني انا تأخر عليه مسلا بالرد وقت الاشتراك ممكن لبعض اللاعبين ما يزعل ما يخلص اشتراك وما يكمل ممكن ما يحصل نتيجة اللي بده ياها مني منهم ممكن يكون الخلل من اللاعب نفسه ما في التزام انا اقول له الله معك ما دمي ياك على السلام ففي دائما حوارين في جانب ممكن يتحمل المدرب وفي جانب ممكن يتحملوا اللاعب انا عند وجهت نظر تاني للموضوع ايه تفضل مين موسى 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 مش بخالتك يا كلب قصف يا موسى قصفك ايه يا خليفة انت ماهر ما في منك يا صاحبي موسى تبضل كابتن حكيه لنا على وجهت نظرات لا طبعا انا بدي احكي حسب يعني تجربتي مع اللاعبين طبعا اللاعبين اللي استمروا اللاعبين اللي ما استمروا هلا هو الاسلوب اول شيء اللي بحاول انا اتبعه مع اللاعب بتدريج البرنامج الغذائي تمام لانو انا بجينا اللاعب مثلا ما بكون انا يعني عرفان مية بالمية شو كان عم يساوي هلا هو بقول لك انو انا كنت عامل دايتو عم ساوي ومدرس شو وكذا وهالقصاص وتلتجي بتعطيبه برنامج الدايت الاولانة يعني بتلاقي انو طبعا ممكن لشهر انت عم تتابع وعم تشوف شو عم يساوي والشهر الاول كله ما صار في شيء من هون انا كخبرتي بالموضوع بدي اجعله انت يا حبيبي ما عم تلتزم صحيح شايف كين وحلا هو اجمالا يعني 80% احتمال ينكر وقول لك لأ انا ملتزم لا 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 بدي اجعله ملتزم مية بالمية بقول لك انا ملتزم ها ها طيب احونا نشوف يحاول يرمي شماعة الاخفاق يرمي شماعة التقصير على الظهر المدرد ماشي نحن لنفرد تقبلنا هالحكي بس نحن قبل ما نتابع والرد نكون نحن عم نقع بنفس الغلط كل شهر بلاقي الاحسن انا انه بسط له البرنامج اللي ببدئي كتير يعني مثلا اخد فقراء انت شو بتشتهي انت شو بتاكل انت وقت اللي بتجوع اول شغلي بتفكر فيها شو بتفكر فيها شو عم تطلب من المطاعم شو كزا هاي بحطة اساسيات انا عندي على اساس انه شوي شوي بقدر خلصوا مننا انه هو ما رح يقدر يخلص مننا بيوم وليلي ويقولك انا خلص دولي تركتن كلهم ورح ابلش بداية النظامة بكرة صحيح فاذا بلاقي الاسلوب التدريجي اللي هو انك تخلصوا من كل شغلي تدريجيا لحتى يعرف هو انه بدي بلش يفرق بعد ما بيخلصوا انا باكل برقر كل مرتين بالاسبوع كزا اه لا خلي ايه مرة ماشي خلي البرقر مسلا بخبز اسفر هاي شغلي شغلي خلي بدون الجبني مسلا بقلبة او شي هاي مرحلة يعني من المراحل الوقت اللي بدنا نوصل انه نحن اليوم بدنا نعمل البرنامج ونحاول نمشي عليه بس انت بدك تقول لي انه انا شو اللي ما بيعجبك بالاكل انت شو بتحب اول شي اللحمة بتحب الجاج بتحب السمك شوش اشياء بتفضلهم تحب البيض اعطيني الافضلية اللي بتلاقيها سلسة بتقدر تاكلها انت بالنهار مرتين مسلا ممكن هو يفضل الجاج ممكن يفضل السمك ممكن يفضل البيض بده شوف الشغل اللي بفضله هو حط له ياها مرتين باليوم وما تبقى ممكن مرة مرة هلا طبعا نحن اول شي يعني ما اكتر من اربع وجبات رح يكون باليوم لانه هذا الشي رح يكون كتير لي يعني اربع وجبات حتى الاربع وجبات نسبة البروتين فيهم خفيفة ونسبة الكربوهيدرات فيهم خفيفة نخليهم على الخفيفة نخليهم على الخفيفة ايه لحتى يأكل يضل جوعان ويتقبل الوجبات لانه اذا ما في جوع بالموضوع فقابلية ما رح يكون فيه لانه يأكل الوجبات التانية طبعا ننصحوا بطريقة مثلا الطبخ كيف شلون او طريقة تجهيز الاكل شلون او اللهم اذا بده هو يشتري من المطاعم الاكل الدايت او شي كمان هذا ما نكون مرطبين انه نحن نظام نعم يعني هاي اول خطوة مهمة هلا هون نفرض التزم وانا عم اكل الاربع وجبات المطلوبة منه يوميا بالوزن المطلوب والامور تمام حلو عم نصير فيش اجوع بالليل عم تقوم بالليل جوعان عم تفتح البرات عم تطالع يعني شولع بيجه قدامك عم تاكل وكذا ايه لا ايه لا نحاول نوقفها هاي العادي او منخلي مثلا نفرض لموضوع الليل بيطين مسلوقات يعني على الخفيفة بحيث امت ما امت تاكلون تسكت جوعك شوري وترجع على النوم مع عرص بيطين رايز كيك ايه نكون نحن كمان عضينا على شغلة الجوع بالليل والامة بالليل على البراد تتجى الفترة الاهم من اللي بعدها وقت المصير من التزيم منيجي هون للتقنين الوجبات بشكل كبير تقنين الوجبات بين البروتين والكربوهيدرات وازليادة عدد الوجبات يعني تمام هلا مدار مثلا اربع وجبات والوجبة الاخيرة مثلا منخليها بدون كربوهيدرات حيث تكون وجبة خفيفة مع السلطة تكون هو متقبلة اخر اللي هي بتكون وجبة ستيك لحم او وجبة سلمون مع السلطة او شي نا هلا فتنا بمرحلة انه صار يتجاوب هو بكل شي عما نحكيه طبعا انتي هون بدك تضل عما تقوله انه انت شو العما تكرهه شو اللي بتحبه انا ما فينا اجيه يعني هو فيه غلط من المدربين انه لا هذا هو برنامجك بدك تمشي عليه يعني عم يجبروا لللاعب بالبرنامج انه هذا بدك تمشي عليه هيك بتصير طب يا اخي هذا الزلمة بيه شغلات ما عم تمشي مع معتو فيه عنده مشكلة بمعتو فيه شغلات كثير انا فينا بتدله اياها يعني بايد الحل انا انا ليش لحتى صعب الامور عليه وخليهم انه يقرف الشغلة بدال ما حببه فيه بقى هاي النقطة انا بنطلق منها لوجبات الخفيفة اللي وزنه خفيف بين البروتين طبعا نحن هلأ هون لسه ما عم ما نحكي انه نحن وصلنا لحد البروتين اللازم اللي بدنا ندخله باليوم وحد الكربوهيدرات اللازم ندخله باليوم لانسا نحن بس بدنا نلاعب مبدئيا ينسجم موضوع الاكل اللي هو اكل الدايت مئة بالمئة هون اخذ فترة معناه ممكن لفترة شهر وقت المنشوف صار فيه التزام بالاكل صار فيه تجاوب بالاكل صار فيه اللاعب مركز مع حاله مع شوية التغيير اللي شافهن على جسمه طبعا هون صار فيه المرحلة هي الاساسية والمرحلة هي اللي بده تكون اقوى وهي اللي تعمله تغيير جزره هون منقصه شوي بموضوع الكربوهيدرات بس انه نزل نسبة الكربوهيدرات طبعا هدا اللاعب اذا منحكي اذا اللاعب عنده دهون نزله نسبة الكربوهيدرات ومندفعله نسبة البروتين فاذا انضلت الوجبة عليلي حتى اذا وصل للخمس وجبات باليوم هو راح يضل جوعون حمشينا مهمة جدا اي هون اللاعب اذا ما كان مستوعب شو اول شغلي بده يصير اشتكى منه انه انا حاسس جسمي عم يتعب كتير وجسمي عم يسلوت وعضلاتي نايمي منها الحكي؟ هذا يعني تلقائيا عم يصير من قلة الكرب وهي هاي المرحلة الاهم انت ودي عم تشوف اللاعب واعع قدامك فاذا انت عرفت انه هذا فعليا مخازن الكولاجين عنده عبلشت افضل وما عم يضل مخزون بجسمه من الكربوهيدرات فاذا بالتالي نسمة الدهون اجمالا رح تكون نزلت وخفت كتير بالجسم طب يلزم الجسم زاد عملية التنظيم الغذائي والتمسيل الغذائي بالجسم ويت المرحلة البعدة كمان نحن ما بنفوت منروح مباشرة طنالية كمان منطلع بشكل تدريجي بالنسبة للأوزان بالكربوهيدرات والبروتين كمان منشوف نحن بهالطريقة هاي منشوف تجاوب الجسم لزيادة الكربوهيدرات طبعا زيادة الكربوهيدرات هي مثل ما حكينا بده تكون زيادات بسيطة يعني بالوجبة مثلا ممكن نوصل خمسة وعشرين جرام معدل زيادة بما اكتر وكل كل مثلا اربع خمسة ايام نطلع فيه لا نوصل للحد البدنية وبالمقابل نحن عم نشوف هذا الشخص تجاوب طبعا شباب ايه كابتن عاصم ما بيعرفه شباب بطل عالم بطل اسيا بطل مدوسط بطل سوري قديم مكمن بالامارات خبرته ما شاء الله فوال 15 سنة بالرياضة يعني نستعلم منه والله كابتن عاصم كابتن عاصم حبيبا فان هاي المرحلة اللي هي المرحلة الاخيرة والمهمة اللي بدي شوف فيها اللاعب انا قديش تجاوبه على موضوع الكربوهيدرات العالي وشلون حجمه فقبل جسمه للكربوهيدرات ولا اي حد بيتقبل جسمه الكربوهيدرات هوني انا بكون خطيط خطوة كثير منيحة مع اللاعب بس شو هي الخطوة الاهم بالنسبة اليه الخطوة الاهم بهايك حالي ما بس انه تغيير تغيير اللاعب انه تغيير جسمه من برا تغيير اللاعب كعقلية كنفسية انه انا دخلت نعم العقلية تتغير انه يتقبل كلامك ويكون واسق من كلامك وعلى اساس كلامك حس هو بالنتيجة فاذا رح تلاقي انه خلص هذا رح يلتزم معك بعد شو ما قلت له خلص معدي خبص لانه شاف حاله وقت الالتزام وصل لنتيجة بثير حلوة فاذا انا هاي اول خطوة ممكن انا ابتاح نفسيا كمدرب وقت اللاعب عم يشتغل ومقتنع باللي عم يشتغل فيه لانه اذا ما اقتنع وما فهم شو عم يصير يعني هو بدي يفهم شو عم يصير بجسمه وقت الكننا نزلين الكرب شو صار وقت الرفعنا الكرب شو صار يعني نحلي ليش نزلنا الكرب وليش رفعنا الكرب وهو طلقائيا بدي يتكون عنده الفكرة بيصير انه حتى لو معه مدرب او ما مع مدرب ايمت لازم ينزل الكرب وايمت لازم يطفع الكرب فاذا هو يكتسب خبرة لنفسه اكتر من انه يضل مقيب بمدرب مية 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 او راضي بقى راضي انا احنا نشوف فضاء منشوف اليوم انا نبدأ سكر ابو راضي هلا فخلينا بقنا شباب بقنا الجمعة بقنا نطلع انا بو راضي من كل لايف ان شاء الله حضروا اسئلة شو عندكم المواضيع وتبلش كل يوم نطلع نحكي مواضيع تمام 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 يا بو راضي حبيب قلبي تمام اعملوا متابعة لكابتن عاصم وتابعوا محتوى تمام يا اخواني ان شاء الله نضل على التواصل يا والسلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم